مليون ونص زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54 بغاية دلوقتي حالة من الزخم الثقافي الكبيرة اللي عملها المعرض جنب حجم مبيعات قياسية عملتها دور النشر والاتفاقيات واللقاءات اللي تم عقدها مع المعارض العربية والأجنبية اللي بيصطدفها المعرض كل التفاصيل دي حيكلمنا عنها الأستاذ سعيد عبدو رئيس اتحاد النشرين المصريين صباح الخير على حضرتك أستاذ سعيد صباح الخير على عليكم وعلى جمهوركم الكريمة طيب نقدر نقول أن عادة ما بيكون معرض القاهرة الدولي للكتاب السوق الكبير جدا لكل النشرين سواء المصريين أو العرب لكن نقدر نقول أن السنة دي برغم أن كان فيه تخوف شديد قبل بداية المعرض من الإقبال الجماهيري والأسعار ويطرى الناس هتقدر تشتري كتب ولا لأ لكن احنا شفنا أن المعرض السنة دي كان نفدة طيبة جدا أو متنفس طيب جدا لأن شريم برغم قلقهم حضرتك شوف تدب نفسك والمعرض السنة دي ممكن حدث ما حدث السنة دي قبل المعرض حدث قبل دور عملناها استثنائية في قورونا يعني يمكن إحنا كانت تحدي وقت قورونا كنا أول دولة عملت معرض السنة في غير المعاد في شهر ستة تقريبا والناس يعني كانت مش متوقعا أنه المعرض يشتغل وحتى النشرين الحياة كان يعني فيه عزوف عن المشاركة وفي الأخر لحظة اشترك العدد كبير وحق النجح كبير جدا معرض القاهرة له خصوصية يعني اللي بيقول كده يعني الحام يعني مخالف للحقيقة معرض القاهرة دي أكبر تظاهرة ثقافية عربية أو يعني بتقدم الكتاب العربي على مستوى العالم من حيث عدد الزوار من حيث عدد المشاركين من حيث مدة المعرض فترة المعرض دي يمكن أكبر فترة بتتم على مستوى المعرض في العالم ما فيش معرض هو المعرض بيبقى أسبوع عشرة يعمل الأكثر إنه بيعود أسبوعين دي صابعا صحيح إضافة لأنه يعني طبعا الكسافة العددية بتاعة مصر مش متوفرة في أي دولة في المنطقة العربية الرغبة في القراءة على فكرة ما زالت موجودة وبيؤكدها المعرض سنة بعد سنة إنه الكتاب الغرقي ما زال موجود وعليه طلب رغم ما نمر به من أزامات طبعا شديدة على مستوى العالم وعدم توفر الخامات والكلام دي كله فالحمد لله يعني حتى الآن المعدل عدد الزوار عدد كبير جدا عادة رقم المبيعات الحقيقة أنا هقول لحضرتكم أنه ما شفناهوش من قيم مدهة ناصر ما شاء الله لم تحدث يعني في حالة من الرضا لدى يعني دايما بيبقى يعني فيه نشرين ما بيتفضلش أرقام المبيعات هي اللي بتحدد يعني قد يكون عدد الزوار كبير ولكن قوته بشرائية ضعيفة ولكن أرقام المبيعات هي اللي تقول مده نجاح النشرين في الوصول لأزواء الناس ومده إقبال الناس على الشرق من أول دورة في التجمع الخامس في المنارة الحقيقة اللي بيروح المكان بيبقى قادر وراغب وقرار الشرق بيبقى جاهز بسي المهم أنه يلاقي المحتوى اللي هو بيرغب أو بيحقق له إشباع يعني فالحمد لله أرقام أبعت عالية جدا فيه حاجة تانية أنه إذا سوق الكتاب فيه تبادل فيه ناشرين عربي واشتيروا من الناشر المصري أو الناشر المصري بيصدر للدول العربية أو غيرها فيه عقد اتفاقات وكلات فيه بيع حوق ترجمة لأول مرة من العربية أو من الكتاب المصري لدول العالم كان دايماً إحنا بنشير حقوق ترجمة كل دي الحقيقة يعني وبعين التواصل مع عدد الكبير من الدول الأجنبية المشاركة طبعاً ده له أثر في التبادل الثقافي بيننا وبين بعض لأنه بدام الثقافة موجودة تقدر تبني أي حاجة بعد كده في العلاقات الخاصة من الدول يمكن البعض كان متخوص من هذه النسخة تحديداً في بدايتها بسبب زي ما حياتك قلت الظروف الاقتصادية اللي بتضرب العالم كله وكبرى اقتصادات العالم تحديداً من نقص في الخمات وغيرها وسلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بيعني بكل الشلة لو هل كلم على الكتب مش هل كلم على الصناعة بس تحديداً الخمات الخاصة بيعني بصدار كتاب أو بالضبط يعني دور النشر تحديداً لكن رغم ده شفنا زي ما حاجة ذكرت أن نسب مبيعات هيلة جداً كانت موجودة ما شفناش منذ سنوات عديدة السبب في ده وعي وثقافة المواطن وحرصه على الثقافة رغم أي ظروف وتحديات ولا كان أيضاً شريك فيه المبادرات المهمة اللي طرحتها أو اللي طرحت فيه المعرض السنادي زي مبادرات الخاصة بالتأسيط أو خفض الأسعار اللي كانت بتتم ما قبل دخول هذه النسخة ودايماً نجاح مش بعامل واحد أبداً يعني هو أكثر من عامل الحياة تضافره إنه إزاي تنجح هذه التظاهرة الثقافية الرغبة الشديدة إنه عاوز يعرف لأنه ده العشرة أيام أو الفترة اللي بتتم في المعرض الإسبوعين بيتطلع فيها القرى على أحدث ما يكون عاوز عفونا عاوز إنه يشوف أكبر عدد ممكن عاوز يشوف الكاتب المفضل عاوز فيه فيه أكتر من حاجة يعني بص حضرتك دايماً فيه ناس كانت تقول الفعالات الثقافية لها تأثير على إنه انصراف الناس عن الشرة لا بالعكس أنا النهاردة لما أشوف كاتب أنا بحبه وحابب أن أنا أشوف إنتاجه طيب أنا أحب لقاءه هحضر له ندوة هأسمع رأيه فيه ندوة عن شيء معين الناس اللي بتقول كده دي بتبع حضرت أصلاً أنا متخيلة إن الفعاليات الثقافية ممكن تسبب رواج زيادة وممكن تسبب زيادة ما هذا لنا بأكده حضرتك لكن الناس اللي بتبقى ما رحتش وما شفتش هي اللي ممكن تقول لا إنها متخيلة للثقافة إن احنا بنتكلم بقى اللغة صعبة وبنتكلم في كلام دا متقيل لا 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 أعتقد الفعاليات الثقافية كثيرة يعني برايتك دي أنا عاوز بس بأعتذر طبعاً بس يمكن الصورة اللي احنا من تبعها دلوقتي وهنعود لسؤال منا هو فيه توفد كبير جداً من الشباب ما هي دي الفعاليات الثقافية موديسو إيه؟ راح لسوش الميديا هي دي الشباب النهاردة موجود هقول لحضرتك لا الشباب دايمة موجود لا فكرة مش الدورة دي بس الشباب دايمة موجود وبالراهن عليه يقول لك الشباب انصرفت عن قراءة الكتاب الورقي واشتدت لا الصورة تؤكد عكس ذلك الندوات الثقافية انا النهاردة او الفعاليات اللي موجودة ايا كان نوعها انا باجي احضر وبعدين بضطر ان انا اكمل جوليتي في المعرض لان المعرض دا محتاج 3 او 4 ايام عشان تلم باللي بيحصل فيه في حاجة تانية فيه سياحة انا بعتبرها سياحة ثقافية من الاخاليم بيجوا مصر عشان المعرض ورحلات من الجامعات ورحلات من المدارس هذه سياحة ثقافية لا تتوفر الا في معرض الكتاب صحيح من الدول العربية ومن الدول العالم بيجي لمقصد او لغيره انما بيمر بمعرض الكتاب وبالتالي بيعمل رواج المبادرات اللي احنا عملناها في الفترة اللي فاتته ويمكن حاجة مهمة جدا انا مش اهمها انما كان العنصر جاذب جدا اللي هو لأول مرة في المنطقة العربية ان الكتاب يخش في دائرة التأسيد نظر الظروف الاقتصادية بمعنى اي بقى التأسيد احنا فكرنا في تحدي النشرين انه فيه 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 مشكلة والازمة وقدام الطاقة السلبية اللي تم تصديرها قبل المعرض بفترة مفيش اقبال طب الكتب هتبها غالية طب اسعار كذا اسعار كذا فأنا انتفعت مع الاسيد محمد الاتريبي الرئيس بانك مصر على انه الكتاب يخش في دورة التأسيد بين خلال الفيزا كرت اللي موجود بالدور النشر المشاركة في هذه المبادرة بيبقى فيه لابل موجود بيبقى المكر موجود بتشتري احتياجاتك مرة واحدة للأسرة او لحضرتك كده دي انه بتتأسط على 12 شهر بدون اي فوائد ولا اي مشاكل بالنسبة للقار والنشر بياخد فلوسه على طول الفلوس بتحول لحساب النشر فدي هتساعد كتير اوي وبقى اي مش هنقصرها على المعرض كتجربة اولى انا كل نشر لديه منفذ مكتبة بعد كده او لو سلسلة مكتبات زي المؤسسة الصحفية او الهيئات الحكومية او القطاع الخاص اللي موجود هتستمر معه هذه المبادرة طوال العام عشان نشجع القراءة او نيسر على القارئ في يعني بغض النظر بقى في ظروف اقتصادية او غير ظروف اقتصادية لان اتمنى ان شاء الله ان المسألة دي تنقشع ان شاء الله يمكن ان التشجيع على مدار العام حيكون موجود على افتتاح معارض مصغرة من معرض الكتاب في مختلف المحافظات لسه امبارح كانت محافظة قنى بتشهد افتاح معرض الكتاب يمكن خمسة ايام فيعني احنا بنتكلف انه اللي مجاش معرض الفانيرا الدولي حيوصل لمعرض الكتاب بغاية عنده حيبقى فيه واحنا بننتقل من خلال المعارض زي ما حاجز قرتي احنا بننتقل لكل المحافظات على مستوى الجمهورية لانه لازم يثر على القارئ انه يحصل على الكتاب لازم شوف الجديد طب لو ما تيسرش له الحضور انا بروح له هناك من خلال المعارض اللي بيعملها الناشرين نفسهم مباشرة او اتحاد الناشرين او وزارة الثقاف طب لو نتكلم برضو على اهتمام هذه النسخة بالطفل ويمكن ده كان محل انظار يعني الكثيرين من رواد هذا المعرض تحديدا حتيك شايف يعني ايه اهم الكتب اللي موجودة اللي بتقدم لتوعية الطفل المصري والحقيقة بيشارك في جناح احنا فيه صالة مقصصة للطفل فيها الكتاب التعليمي عشان تيسيرا على الاسر وفيها الكتاب الثقافي العام في مختلف مراحل العمر وفيه الكتاب الوسائل التعليمية الوسائل التعليمية دي لتنمية مهارات الاطفال من اول يعني السن الصغير لغاية لما يصل لفترة 12 سنة او 18 سنة اللي بيتبار الناشرين بيقدموا حاجة كتير جدا فيه اولا انتاجهم فيه انتاج كتب مستوردة بيجيبوا عشان اوفر الحكتين العربي او اللغات المختلفة نعم فيه تطور كبير اوي في كتاب الطفل لمصر وفيه اهتمام كبير اوي يعني انا اقول له رحلات كتيرة جدا بتنظم من المدارس لزيارة المعرض لا يمكن حينظم رحلة اللي اذا كان عارف قد ايه الاهتمام فيه مبتغاء وفيه فيه حاجة للأطفال وانا انا بشكر حتى يعني بالمناسبة حتى ذكرت هذا الامر يعني امبارح انا شباب تنسيقية الأحزاب كانوا معاهم حوالي 30 او 40 طفل عمل لهم زيارة للمعرض مبادرة على التنسيقية بنوان ابن اديبا تمام فيه بيعلمهم ازاي الكتابة بيعلموا الرسم بينمي مهارات لانه الاكتشافة المهارات في السن الصغير ده له اثر له اثر كبير انه تبني جيل المستقبل صحيح لانه لو ما هتمناش بالطفلة الان هيبقى المستقبل مختلف بشكل سيجي هو ده اللي بنقوله فيه مكان فيه معرض القاهرة الدولية للكتاب لكل الناس اللي عايز يتابع فعاليات ثقافية حيلاقي من الاول الانشاد الديني والاعمال الدرامية المؤثرة او العلامات في تاريخ السينما المصرية والدراما المصرية حيلاقي ندوات عنها بضيوفها ويعني كبار فنانيها اللي قدموها بالاضافة لمناقشة الكتب واللقاءات الفكرية الموجودة وكمان يعني مناقشة بعض الاوضاع يعني الخاصة بالوضع الانتباعي وتطور المكتبع المصري كل ده بالاضافة طبعا للاطفال والمسرح العرائس والحكواتي اللي موجود وكتير من الحاجات التفاعلية شفناها كل شكرا لك الأستاذ سعيد عبدو رئيس الاتحاد النشرين المصريين نورتنا وشرفتنا شكرا شكرا لهذه الفرصة وتصلية الضوء على معرض الكتاب وفعلياته شكرا ويمكن أكثر من 500 فعالية بتقام خلال فترة انعقاد معرض القاهرة للكتاب سواء كانت فعاليات ثقافية أو أيضا فعاليات فنية عشان كده بندعو حضراتكم اللي مراحش يروح المعرض لأنه هيلاقي يعني كل اللي انت بتدور عليه من ثقافة من فنون أعتقد ما فيش أفضل من فرصة اللي انت تروح تدور على الفن وعلى الثقافة وتعرف إيه هي الهوية المصرية اللي بنقدمها للعالم ككل